هل مقبول كان يحصل للتقييم بعد ما يكونوا اخدين انه هن معتوا وقيف المشروع بالكامل؟ تقييم صوري ما انه تقييم حقيقي متل حدا جاي يعمل تقييم لشغلي حتطل النتائج مسبقا قبل ما يعمل لها التقييم موسيقى ليه يقال انه انو وزارة تربيا ما قدرت تتجمع عشر مدارس تحتى تفوت بهذا المشروع نحنا عنا قرار بالخمس مدارس بعد ما توقف المشروع تنكمل فيهم بالدمج ما هي تانحنا ملتزين فنحكي لهذا الامور طيب ليه بعدين بعد ما توقف بيطلع مباشرة من قبل وزارة تربيا في خمس مدارس خمس مدارس لعبهم بالدمج الموضوع هل قد المهم لوزارة تربيا ان نكمل الدمج ليه ما كان فيها تعلم قبل وقت ما كان فيه مشروع في مليون ونص مول من الحكوم الاطالية عفوان نحنا عم بيتنفذ المشروع من قبل وفق الاتفاقيات المذكرة بين الوزارة تربيا واجم علي سعي ووزارة تربيا فيه اشيه سر فيه تأثير نحنا هلقدم التجميع بالمشروع كملنا بعد حتى ما توقف المشروع بعملية الدمج وعمل نشوف مع جمعيات اخرى ندرب الاشربي ونحنا باهتمامتنا هالموضوع ندرب الاشربي عطول فيه مشاريع دمج كانت عم بتسيح كان فيه جمعيات عم تقوم بالمشاريع دمج فيه بشمال للدمج الاطفال اللي عندهم صعوبات وصول على المدارس الحركيين فيه كان بجنوب واب الشمال كمان تلميز عندهم مشاكل نظر كان كان عم يندمجوا وبالتالي فيه جمعيات كان عم نحنا كنا عم نعطي البيئة المساعدة بالوزارة التربية بالمدارس الاشربي فيه مشروعين مع جمعيات اخرى عندهم صعوبات اكبر عم بصير فيه إلا دمج بجزين وظن بمنطق جوني وبالتالي الشي عنا باكتر من محافظة مبادرات من المجتمع المدني نحنا كنا عم نسهل هالشي مع المدارس الرسمية بعد ما اتوقف المشروع اللي كان عم بصير بشراكة مع وزارة الشؤون و جمع اليسوعية قلنا ان المدارس اللي تحضرت كان في الاستعداد و مبادرة من مدارة والهيئة التعليمية كانوا هن كتير محمسين نعطيهم الفرصة يكملوا و نجيب دعم تدريبي لانواق خبراء من لبنان من الجهات المعنية ان كان جهات رسمية او جمعيات تنكمل هالمشروع و ان هيد المدارس هي مدارس مؤهلة تدمر اقصال عندهم صعوبات او حاجات خاصة مش مفترض يكون الزامة تا الدماج انه مفترض يوفل الزامة مش ان المدارس على مدارجها تقول اي او لا في نوعين من ال فيه التلميذ عندهم احتياج يكونوا بالمدارس متخصصة فيه انواع حاجة ان يكونوا بالمدارس مع اقرانهم عجليين وتدريجين يتوسع على الشيء يعني بد يكون فيه قبل ما نحط نظريا نقول المدارس دينجي بد يكون فيه البيئة الحاضنة لها المدارس الدينجي من ناحية الهيئة الادارية الهيئة التعلمية المعدات التجهيزات والبنى التحتية بالمدرسية التجمين ومن كام منين بس بده وقت هالشي وهيدي بعرف انه من اهتمامات معي الوزير الحال الدكتور جياب ان نكمل بعملية الاهتمام بزوي الاحتياجات الخاصة لا اجابة ايضا يبقى تكتم سيد الاجابات اما حق الاطفال زوي الاحتياجات الاضافية في عهدة السادة المسؤولين يوم نفواز فناط الجديد ترجمة نانسي قنق Leah شكرا